وعد ولم يحقق قتل ولم يعوض الكلام هنا عن تحالف إسناد الشرعية في اليمن والمتهم منظمة دولية تعنى بحقوق الإنسان ففي تقرير حديث لها خصص لنقد التحقيقات التي أجراها فريق تقييم الحوادث التابع للتحالف قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن التحالف قام بإجراء تحقيقات حول اتهامات بجرائم حرب ارتكبتها قواته في اليمن لكن تلك التحقيقات وفق رايت تفتقر إلى المصداقية وأوضح التقرير أن فريق تقييم الحوادث تخفى حول مسمى التحالف ولم يرق عمله إلى المقاييس الدولية التي تشترط الشفافية والاستقلالية والنزاهة فعلى مدى أكثر من عامين تستر فريق التحالف على جرائم حرب وقدم تحقيقات زايفة وتوصل إلى نتائج مشكوك فيها المنظمة الدولية في التقرير الذي أصدرت في الثالث والعشرين من غصص الحالي اتهمت التحالف بالفشل في توفير سبل الإنصاف للضحايا فقد اكتفى فقط بتقديم وعود مساعدة وتعويض لكنه لم يقم بأي طريقة تضمن تعويض الضحايا أو أقاربهم الذين يحتاجون كما تقول رايتس إلى نظام موحد يضمن تقديم مبالغ مالية لهم التقرير الدولي الذي صدر في تسعين صفحة كان من الملاحظ فيه تقديم نقد واضح وصريح لما أسماه بالتحقيقات الزايفة لقوات التحالف لكنه اكتفى بالإشارة إلى جرائم حرب وصفها بالمحتملة ارتكبها ما أسمه التقرير بقوات الحوثيين المعارضة للتحالف وقد حمل التقرير فقط القادة السعوديين والإماراتيين المسؤولية الجنائية داعيا للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيقات شفافة في انتهاكات قوانين الحرب في اليمن ترجمة نانسي قنقر